محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان صفقة الموسم بالنسبة للنادي الاهل نادي الاهل لما فكر انه يعمل فريق يمثل افريقيا في مونديال الاندية عايز يعمل فريق افريقي منتخب افريقي تلما تيجي تسألها حد من سنتين مين اهم لاعب في الترجي التونسي واحد من المنافسين نادي اهل محمد علي بن رمضان واحد من اصغر الكبات حطت تحت دي خطوك كتير جدا في تاريخ نادي الترجي 23 سنة وشهور اصغر واحد من اصغر الكبات فريق بحجم فرقة الترجي تروح ناحى التانية مين اهم لاعب في 3-4 سنين الاخيرين مع نادي الوداد يقول لك ايه يا عطيات الله اللعيب المغربي المحلي الوحيد اللي اشترك مش كان موجود في قائمة المنتخب المغربي ولعب بعد اول مباراة صابت مصير مزروي لعب كل المباراة في كاس العالم في كاس العالم في 22 في قطر فالاهل راح يعمل منتخب احلام بيجيب كل لعيبة افريقي اللعبة الكبيرة قوي وكان رايح بيتارجت يا محمد علي بالرمضان يا مكونا فاتر بتتكلم على الحسر في اللعبة باللعب في الوحيد محمد علي بالرمضان هو صفقة الموسم بالنسبة للنادي الاهلي واهم صفقة في النادي الاهلي بعد خروج اليود يانج تحديدا اعرض بقى محمد علي بالرمضان محمد علي بالرمضان يا كريم يلا أعرضه يا شباب دائما لما كنا بتتكلم على مرس الكولر وعايزه في لعيب مركز 8 عايزه يدافع عايزه يسدد عايزه يخترق عايزه يقدر يشتغل بين الخطوط فمحمد علي بالرمضان رقم واحد رقم واحد واثنين وتلاتة عند مرس الكولر في الفرقة بالكامل الضغط ومقاومة الضغط ما عندوش أزمة أبدا نموذج لعيب مركز 8 اسم محمد علي بالرمضان فلما تجي تشوف تفتح كتاب الكورة وتقول لي لعيبة مركز 8 انت عايزه بيعمل ايه هيقولك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة محمد علي بالرمضان ميش محمد علي بالرمضان طول الوقت بيقدر يشتغل جو الفرقة بيقدر يشتغل على الطرف شبيه جدا 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 بإمام عشور لأهلي كان عايز فردة تانية قصوات إمام عشور يقدر يشتغل معاه في وسط الملعب لعيد في مقاومة الضغط وده أهم سبب مارس الكولر أول ما تفرج عليه لو كانت شعرف مين محمد علي بالرمضان قال لك أنا عايز لعيد ده الضغط ومقاومة الضغط ما عندوش مشكلة أبدا لما تضغط علي من لعيبه اتنين وتلاتة مسدد ممتاز يفرق بس عن إمام عشور حاجة صغيرة شو بقى إمام عشور مميز جدا في التسديدات دقة الدقة اللي عند محمد علي بالرمضان في التصويبة هو مش من لعيبة اللي بتسدد عشر مبارس على الأهل اللي عنده تصويبتين تلاتة دقيقين في المباراة